التجارة شطارة أنا دلوقتي جبت سلعة وربنا رزقني من فضله إن أنا بس اللي عندي دي هو ممكن يبقى شايفها من وجهة نظره خلينا فكر كده بتفكير الناس عشان مش لازم الكل يكون شرير ممكن يكون مختلط عليه الأمر وممكن يكون متلغبط يعني هو يقولك أنا ربنا رزقني من فضله إن أنا بس اللي عندي السلعة دي فإيه الغلط اللي أنا عامله إن أنا بحدد لها سعر هل فيه في الدين هامش ربح محدد أو فيه أفريج كده أو رقم بيتحط مبدأي مش رقم يعني زي رقم ولكن المنطق يا قبال وبحيث إن إحنا نحدد الفرق بين البيع والاحتكار طيب طبعا حضرتك سألت سؤال مهم جدا إحنا عندنا فرق بين النقطتين بين البيع وبين الاحتكار البيع في أي سلعة لا تضر بالناس وليست لها ثمن محدد من قبل الجهات المختصة ولا تؤثر على الناس ففي الحالة دي أنا لي أن أبيع بما شئت وكيف شئت فأنا أبيع سلعاتي بما شئت ولكن بشرط إن السلعة دي ما تؤثرش على أحوال الناس يعني أنا عندي سلعة من الأقوات زي مثلا الرز زي مثلا المكارونا زي مثلا السكر في الأزمات اللي حصلت قبل كده وحصل فيها احتكار شديد ده أثر على عموم الناس لذلك بنقول أزمة الاحتكار ليست أزمة شخصية دي أزمة عامة يعود ضررها على عموم المجتمع فأما نيجي نقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة يعني عشان فرد نضر أفراد نضر مؤسسات نضر دولة ولا الضرر يزال ولا تقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مش هذه معاني أشارة إليها الإسلام يجب أن نلتفت وننتبه إليها فهو لو نظر إلى أن السلع دي يحتاج إليها الناس احتياج شديد ومنعها بقصد الإضرار بها وقصد الإضرار بهؤلاء الناس هو طبعا كده وقع في مسألة الاحتكار لذلك هنجد أن البيع له صور ولو طرق ولو وسائل متعددة الشارع حرم منها يعني لما نيجي نقول الربا الربا ده نوع من أنواع البيوع المحرمة لما نيجي نقول مثلا يعني الاحتكار نوع من أنواع البيوع المحرمة البيع صغر كثيرة منها الحلال ومنها الحرام ويجب على الإنسان أن يقف على الحلال منها والحرام وهناك بضاعة حلال وهناك بضاعة مش حلال نعم يعني فيه سلع مثلا لا يحتاج الإنسان إليه احتياج ضروري يعني ممكن ربما في وقت الرخاء الدولة أو المؤسسات تقولك بيع بالسعر اللي أنت عاوزه في مسألة العرض والطلب فإذا كان هناك عرض وطلب ده بيتم في السلع التي لا يحتاج إليها الناس احتياج ضروري وليست هناك تحديد لهذا السعر أو لهذا السمن من قبل الدولة أو من قبل الجهات المختصة فالدولة بتقولك عرض وطلب بيع كيفما شئ صحيح